الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعنت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالين آمين واتن عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قضبا قبانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لإن بسدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسق يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثني وإثمك فتكون من أشحاب النار وذلك جزاء الظالمين فقبعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأشبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأشبح من النادمين فأشبح من النادمين من أجل ذلك من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فسال في الأرض أو فسال في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إنك بيرم منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويصعون في الأرض فسالا أن يقتلوا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وبروا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا له أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليستدوده من عذاب يوم القيامة ليستدوده من عذاب يوم القيامة ما تقدر منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مطيئ والسارق والسارطة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كان من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأخلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويرطر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا ومن الذين هادوا يحرفون الكلمة من بعد موافعه يقولون إن أوتيكم هذا فاخذره وإن لم تؤتره فاحذره ومن يرد الله فتنته فلن تردك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم الله أكبر سمع الله لمن حمد سمع الله ح آمنا أمنا لهم حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من دنا الشراط المستقيم شراط الذين أمعمت عليهم غير المقبوب عليهم ولا الضوء الدين آمين سماعون للكذب أكارون للسحد فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرب عنهم وإن تعرب عنهم فلن يبروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالحزق إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمكمنين إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس واخشوني ولا تشتروا دعاياتي فمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قشار فمن تشتط به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بمريم ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى ومرعبة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحط مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحط لكل تعالى منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله ندعلكم أمة واحدة ولكن ليبلغكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبمكم بما كنتم تعملون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحضرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فعلا أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنودهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبرون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون الله أكبر سمع الله لمن حمل 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 لمن حمل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر